كاميرا الإبداع في مصر كانت موجودة في كواليس المسرحية وقبلت الفنان حسين فياد تعالوا نشوف قالنا ايه في لقاءنا معايا أولا أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين تجربتي في النقطة العامية أنا بعمل الدكتور حكيم صاحب البيت اللي بتدور فيه الأحداث وهو في نفس الوقت القاضي اللي بيحكم على المتهم في الأحداث اللي احنا بنلعبها أكتر من كده يا بنا بحرق المسرحية ونتمنى المشاهدين تيجي تتفرج عليها أمر طبيعي لما بيكون فيه إعداد كويس للعمل أو للتجربة من الهيئة ومن المخرج ومن المسرح في اختيار كل العناصر المسرحية بالتالي بيبقى فيه نجاح والنجاح ده احنا نتمنى أنه يستمر على كل مستوى المسارح بتاعتنا كلها